موسيقى الفرض رقم واحد الدورة الأولى مادة اللغة العربية المستوى السادس ابتدائيا إذن دوزوا الأسئلة القسم الأول الشكل السؤال الأول أشكل الفقرة الأولى من النص شكلا تاما إذن نقامنا واحد النص وطلبوه مننا في السؤال الأول باش نشكل الفقرة الأولى من هذا النص بالشكل التام إذن نقرأ النص إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما وينشأ عن هذا الاختلاف حوار يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقادته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتسرع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب لتعامل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصرى ويجلس معهم جلسات طويلة يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعدة الحسنة ولم يسمح باحتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية إذن بعد ما قرأنا النص فقد نجاوبه على السؤال الأول الذي يطلبون منه باش نشكل الفقراء الأولى من هذا النص إذن جواب السؤال الأول من القسم الأول الشكل أشكل الفقراء الأولى من النص شكلا تاما إذن نشكل الفقراء الأولى من هذا النص إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما وينشأ عن هذا الاختلاف حوار يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير ومن هنا نجد أن الحضارة الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني إذن نتقل القسم الثاني فهم المقرؤ السؤال الأول أضع عنوانا مناسبا للنص إذن نطلبه من نفس السؤال الأول من قسم فهم المقرؤ باش نوضعه واحد العنوان ليكون مناسب لهذا النص إذن جواب السؤال الأول من قسم فهم المقرؤ أضع عنوانا مناسبا للنص إذن العنوان مناسب لهذا النص لقرينا هو الحضارة الحقيقية إذن نضع الحضارة الحقيقية إذن نتقل للسؤال الثاني أكتب أضاد الكلمات التالية إذن نعطونا كلمات ونطلب منا نوجد الأضاد ديالهم إذن عندنا الكلمة الأولى الوجود الكلمة التانية الاعتراف والكلمة التالتة العنف إذن نطلب منا أن نوجده أضاد ديال هذه الكلمات بتلاس إذن جواب السؤال عقم إثنان أكتب أضاد الكلمات التالية إذن عندنا الكلمة الأولى الوجود الكلمة التانية الاعتراف والكلمة التالتة العنف إذن ضد ديال الكلمة الأولى الوجود هو الغياب هنوضع الغياب فهو الضد ديال الوجود ثم الكلمة التانية الاعتراف ضد ديالها هو الإنكار إذن الإنكار فهو ضد ديال الاعتراف ثم الكلمة التالتة العنف هنوضع ضد الرفق إذن الرفق فهو ضد كلمة العنف إذن نتقلوا بالسؤال لقم ثلاثة حدد نوعية النص إذن نطلبوا مننا السؤال لقم ثلاثة باش نحدوا النوعية ديال هاد النص معطمنا ثلاثة ديال الخيارات إذن الخيار الأول حكاية الخيار الثاني مقالة والخيار الثالث قصة إذن نطلب مننا نحددوا النوعية ديال هاد النص وشوه حكاية او لا مقالة او لا قصة إذن جواب السؤال لقم ثلاثة حدد نوعية النص إذن عمنا الخيار الأول حكاية الخيار الثاني مقالة والخيار الثالث قصة إذن فهذا النص فهو عبارة على مقالة تعطينا مجموعة ديال المعلومات حول الحضارة إذن نضع مقالة إذن الخيار الثاني نضع علامة إكس على الخيار الثاني مقالة إذن تقلل السؤال لقم أربعة ما هي الحضارة الحقيقية نضع من السؤال لقم أربعة باش نعطي تعريف ديال الحضارة الحقيقية إذن جواب السؤال لقم أربعة ما هي الحضارة الحقيقية إذن الجواب من خلال النص المقصود بالحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر وتحترم وجوده وفكرة إذن تقلل السؤال رقم خمسة ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام إذن نطلبه من خلال النص باش نحدو الأسلوب ديال الدعوة في الإسلام إذن جواب السؤال رقم خمسة ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام إذن الجواب الإسلام يدعو إلى الحوار والحكمة والموعدة واللين ونبدي العنف والشدة إذن فالأسلوب في الدعوة الإسلامية هو دائما تكون انطلاقا من الحوار والحكمة والموعدة والنصيحة وكذلك تكون مشكل مرن بلا عنخ بلا شدة بلا قصوى إذن لا تكون فيه التعنط والتشدد وإنما تكون فيه اللين والليون إذن نتقلوا إلى القسم الثالث الصرف والتحويل السؤال الأول حول الجملة التالية حسب الضمائر إذن نقلبوا من نفس السؤال الأول باش نحول الجملة حسب الضمائر اللي أعطونا إذن لدينا الجملة القروها ألطف بالضعيف والمحتاج إذن سنحول هذه الجملة إلى الضمائر أنتما ألطف بالضعيف والمحتاج إذن نحولها الضمائر أنتما أنتما ألطف بالضعيف والمحتاج نحولها الضمائر أنت أنت ألطفي بالضعيف والمحتاج نحولها الضمائر أنتما أنتما ألطف بالضعيف والمحتاج إذن نتقلوا إلى السؤال لقم إثنان حول الجملة التالية إلى الأمر مع الشكل إذن نطلبوا من نفس السؤال الثاني باش نحول الجملة اللي أعطونا إلى الأمر مع الشكل التام إذن قرروا الجملة اللي أعطونا أعرفوا الشر لا للشر بل لأتوقاه إذن نطلب منا هذه الجملة نحولها للأمر إذن جواب السؤال أقم إثنان حول الجملة التالية إلى الأمر مع الشكل أعرف الشر لا للشر بل لأتوقاه إذن نحول هذه الجملة إلى الأمر أقم إثنان إعرف الشر لا للشر بل لتتوقاه إذن إعرف الشر لا للشر بل لتتوقاه إذن نتقل إلى السؤال لقم ثلاثة حول الجملة التالية حسب الضمائر إذن نطعنا الجملة ونطلبه مننا نحولها على حسب الضمائر لأطونة إذن نقرأ الجملة زر صديقك المريضة إذن نطلب مننا هذه الجملة نحولها الضمائر التالية إذن لدينا الدمائر الأول أنت الضمائر الثاني أنتما والضمائر الثالث أنتم إذن جواب السؤال لقم ثلاثة حول الجملة التالية حسب الضمائر زر صديقك المريضة لنحولها الضمائر الأول أنت أنقول زوري أنت زوري صديقتك المريضة ثم الضمائر الثاني أنتما ونقول أنتما زور صديقكما المريضة ثم الضمائر أنتم ونقول أنتم زوروا صديقكم المريضة الضمائر إذا انتقلوا السؤال لقم أربعة حول الجملة التالية إلى الماضي مع الشكل إذا أننا فكنا خطأ فأضع لنا الأمر زمن الأمر هنا مشي الأمر وإنما الماضي لماذا؟ لأن الجملة عندنا فهي أصلا كنا أضع لنا في الأمر إذن الجملة فهي صل أقرباءك وعد المرضى إذن فهي في مصرفة لنا في الأمر إذن نطلب مننا باش نحولها ل الماضي إذن صل أقرباءك وعد المرضى المرضى ونحولها الجملة هذه إلى الماضي مع الشكل إذن جواب السؤال لقم أربعة حول الجملة التالية إلى الماضي مع الشكل صل أقرباءك وعد المرضى إذن نضعك جواب نحول هذه الجملة إلى زمن الماضي سنقوله وصلت أقرباءك وعدت المرضى إذن نتقلل قسم الرابع التراكيب السؤال الأول أكتب الفعل بين قوسين صحيحا وأشكله إذن نطلب مننا في السؤال الأول من قسم التراكيب باش نكتب الفعل بين قوسين الآن نوضعه بشكل صحيح إذن نصرفه بشكل صحيح ثم نشكله إذن نقرأ الجملة المثال التي أعطونا تريدون أن معلنا الفعل النجاح بين قوسين إذن ثم معلنا فعل آخر وهو إجتهاد إذن نطلب مننا نصرفوا هذه الأفعال بجوج نجاح وإجتهاد بشكل صحيح ثم خاصنا نشكلهم إذن جواب السؤال الأول من قسم التراكيب أكتب الفعل بين قوسين صحيحا وأشكله إذن المثال لعنا تريدون أن ثم معلنا بين قوسين فعل نجاح إذن ثم معلنا فعل إجتهاد بين قوسين إذن سوف نضع هذا المثال في سياقه الصحيح سوف نضعه تريدون أن تنجحوا إذن أنتم تريدون أن تنجحوا إذن اجتهدوا إذن تريدون أن تنجحوا إذن اجتهدوا إذن تقلوا السؤال لرقم اثنان أحول الجملة التالية إلى جملة مؤولة اعتاد عدنان أن يزور جدته جدته في الأعياد إذن نطلب مننا هذه الجملة نحولها إلى جملة مؤولة إذن جواب السؤال لرقم اثنان أحول الجملة التالية إلى جملة مؤولة منذ المثال لدينا اعتاد عدنان أن يزور جدته في الأعياد إذن نطلب مننا هذه الجملة نحولها إلى جملة مؤولة إذن نقول لك جواب اعتاد اعتاد عدنان زيارة جدته في الأعياد إذن اعتاد عدنان زيارة جدته جدته في الأعياد وهكذا نحول هذه الجملة إلى جملة مؤولة إذن نتقل السؤال رقم ثلاثة ركب أداة الجزم لا في جملة مفيدة مع الشكل إذن نطلب مننا السؤال أقم ثلاثة باش نوضح الأداة للجزم لا في جملة مفيدة وضروري نشكله مزين إذن جواب السؤال ركب أداة الجزم لا في جملة مفيدة مع الشكل إذن نضع كجواب لا تستعجل في الإجابة إذن لا تستعجل في الإجابة فهنا وضفنا أداة الجزم لا في جملة مفيدة وشكلنا مزين هذه الجملة لا تستعجل في الإجابة إذن ما خلصنا نتصرع في الإجابة على الأسئلة إذا انتقل السؤال لقم أربعة اقرأ الجملة التالية وأتمم الجدول إذن نعطينا جدول هذا الجدول فهو مقسم إلى ثلاث أزاء عمنا القسم الأول أداة الشرط القسم الثاني فعل الشرط والقسم الثالث جواب الشرط إذن خلصنا نحد هذه الجملة اللي عندنا نحد الأداة للشرط ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط إذن قرأ المثال اللي عندنا من يجتهد أكثر ينجح ينجح ولا بد من يجتهد أكثر ينجح ولا بد إذن طلب مننا نحدّو في هذه الجملة أداة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط إذن جواب السؤال لقم أربعة اقرأ الجملة التالية وأتمم الجدول من يجتهد أكثر ينجح ولا بد إذن نطلب مننا نحدّو في هذه الجملة أداة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط إذن بالنسبة أداة الشرط فهي من إذن من فهي أداة الشرط نضع من في القسم الأول من الجدول أداة الشرط ثم فعل الشرط يجتهد إذن يجتهد فهو فعل الشرط إذن من يجتهد إذن ليس يجتهد فهو ينجح إذن ينجح فهو جواب الشرط إذن من فهي أداة الشرط فعل الشرط لوقف عليه النجاح هو الإجتهاد إذن لما يجتهد فلا يجتهد فلا يجتهد ثم النتيجة للإجتهاد فهي النجاح إذن فجواب الشرط فهو ينجح إذن أداة الشرط من فعل الشرط يجتهد وجواب الشرط ينجح ينجح إذن ننتقل إلى القسم الخامس الإملاء السؤال الأول أكتب الهمزات التي تنقص كل كلمة من الجملة التالية إذن فأعطونا جملة هذه الجملة فيها همزات مطلوب مننا نكتبو الهمزات بشكل صحيح يأما همزة قطع يأما همزة وصل إذن نجدل الأقسام هذه الهمزات لدينا همزة وصل وهو همزة قطع نطلب مننا نكتبوها بشكل صحيح في هذا المثال إذن نقرأوا الجملة التي لدينا التزاما بتقافة بلادي أحب أن أرتدي الزية التقليدية الأصيلة إذن نطلب مننا نضع الهمزات بشكل صحيح يأما همزة قطع يأما همزة وصل إذن جواب السؤال الأول من قسم الخامس قسم الإملاء أكتب الهمزات التي تنقص كل كلمة من الجملة التالية إذن فأعطونا جملة هنا خاصنا نضع همزة أوصل أو همزة قطع في هذا الجملة إذن نقرأوا الجملة التي لدينا التزاما بتقافة بلادي أحب أن أرتدي الزية التقليدية الأصيلة إذن فبداية فتنميزه بين جوجة الأقصام الهمزات إذن لدينا همزة وصل وهمزة قطع إذن كيف نفرق بينهم فبالنسبة الهمزة الوصل فهي التي تنطق في أول الكلام إذن فامتداء الكلام فتكون لدينا همزة الوصل وتنطق بها ولكن مي تنوضفو الوصل فمتي تمشي النطق بها إذن الوصل تنعني به الواو أو لا الفاء إذن لو وضفنا الواو أو لا الفاء فمتلا نطقش بهمزة الوصل إذن مثلا ففعل استمع إذن تنقول استمع إذن هنا تنطق بالهمزة تنقول استمع لكن ولكن لو ضفنا الوصل الواو أو لا الفاء وستمع 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 إذن واستمع هنا ما نتقناش بالهمزة وهذه تنسمعه همزة الوصل إذن فهمزة الوصل فهي التي تنطق في أول الكلام لكن لا يتم النطق بها مع أو لا عند الوصل أما بالنسبة للهمزة القطع فهي همزة متحركة تكون فيها تكون فيها الفتح أو لا الضم أو لا الكسر وتتوقع علينا في أول الكلام ويتم النطق بها عند الوصل إذن لستعملنا الوصل فتيتم النطق بها إذن بخلاف همزة الوصل إذن همزة الوصل مثلا تنتقش بها عند الوصل أما همزة القطع فيتم النطق بها عند الوصل إذن مثلا فوضعنا فعل أرسالة تنقل أرسالة فتنطق بالهمزة ومثلا نوضف الوصل اللي هو الو أو الالفاء وتنقل وأرسالة إذن وأرسالة فنطقنا بالهمزة مع استعمال الوصل إذن هنا سنقول بأن عندنا هنا همزة القطع إذن نرجع المثال اللي عندنا التزاما بتقافة بلادي إذن التزاما بتقافة بلادي هنا عندنا التزاما إذن هنا شنو هنديرو عندنا نوضف الوصل مش نعرفوش عندنا همزة قطع أولا همزة وصل إذن نقول والتزاما و التزاما إذن ما نتقناش بالهمزة ما قلنا شام pois إذن ما قلنا والتزاما إذن ما نتقناش بالهمزة إذن هنا سنوضفو همزة الوصل إذن التزاما بتقافة بلادي ثم عنا أحب أحب أيضا عنا نوضف من الوصل سنقولfer وأحب وأحب إذن فنطقنا بالهمزة إذن هنا لدينا همزة قطعة إذن نقول أحب أن أرتدية إذن أن أرتدية إذن هنا نوضف أيضا الوصل ونقول وأرتدي إذن هنا لدينا همزة قطعة إذن فنطقنا بالهمزة همزة قطع ارتدي ارتدي الزية الزية نضيف الوصل الزية لا نتقن بالهمزة هنا لدينا همزة وصل الزية ثم لدينا التقليدية نضيف الوصل والتقليدية 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 اذا ما نتقن بالهمزة فهي همزة وصل التقليدية الاصيلة اذا نعود قراءة الجملة التزاما بتقافة بلادي احب ان ارتدي الزية التقليدية الاصيلة اذا نتقل السؤال لقم اثنان اشكل الهمزات في الكلمات التالية نطلب مننا باش نشكل الهمزات في هذه الكلمات اللي لدينا اذا لدينا الكلمة الاولى انتماء كلمة التانية اشعال الكلمة التالتة استعمال الكلمة الرابعة انطلاقا فهذه الكلمات سوف نضيف يا همزة وصل يا همزة قطع اذا جواب السؤال اشكل الهمزات في الكلمات التالية اذا لدينا الكلمة الاولى انتماء اذا هنا سوف نضيف الوصل سوف نقول انتماء اذا ما انطقناش بالهمزة اذا فهي همزة وصل اذا نضيف انتماء همزة وصل ثم الكلمة التانية اشعال اذا نضيف الوصل واشعال اذا فانطقنا بالهمزة مع الوصل اذا سوف نضيف هنا همزة قطع اشعال ثم الكلمة التالية استعمال اذا نضيف الوصل واستعمال اذا ما انطقناش بالهمزة اذا هنا سوف نضيف همزة وصل استعمال ثم الكلمة الرابعة انطلاقا نضيف الوصل وانطلاقا اذا ما انطقناش بالهمزة اذا سوف نضيف همزة وصل انطلاقا اذا لدينا انتماء همزة وصل اشعال همزة قطع استعمال همزة وصل انطلاقا همزة وصل همزة اذا انتقلوا السؤال لقم ثلاثة اتمم الجدول بما يناسب اذا فعطونا جدول مقسم الى ثلاث اقسام هذا الجدول فهو تمتلينا الاسم الموصولة لدينا القسم الاول المفرد المتنى الجمع بالنسبة للمفرد المذكر المؤنت ثم بالنسبة للمتنى المذكر والمؤنت والجمع المذكر والمؤنت اذا ما اعطونا المثال بالنسبة للمؤنت المفرد اعطونا التي كذلك عنا بالنسبة الجمع الجمع المذكر الذين نحن نطلب منا نوجد المفرد المذكر ثم المتنى المذكر والمتنى المؤنت والجمع المؤنت اذا جواب السؤال القم ثلاثة اتمم الجدول بما يناسب اذا عنا المفرد المؤنت اعطونا التي المفرد المؤنت نطلب منا ان نوجد المفرد المذكر لهو الذي ثم بالنسبة المتنى المذكر عنا اللداني المتنى المؤنت اللتاني ثم بالنسبة الجمع المؤنت عنا اللواتي نضع اللواتي الذي مفرد مذكر التي مفرد مؤنت اللداني متنى مذكر اللتاني متنى مؤنت مؤنت الذين جمع مذكر و اللواتي جمع مؤنت مؤنت اذا تقل القسم السادس التعبير الكتابي اذا نص الموضوع بلغك مرض احد اصدقائك المقربين اكتب رسالة اليه تسأله فيها عن احواله وتتمنى له الشفاء العجل اذا فاطلبوا منا كتابة رسالة ونرسلها الصديق لي لمريض اذا احد الاصدقاء لي فهو مريض على الفراش و مطلوب مني نوضع لي او ارسله رسالة لنتمنى لي فيها الشفاء العاجلة اذا جواب القسم السادس التعبير الكتابي اذا مطلوب منا باش نوضعه نكتبوا رسالة للصديق دينا اللي هو على الفراش البرد ونتمنى لي فيها الشفاء العاجل اذا نكتبوا الرسالة على الشكل التالي صديقي العزيز اقدم لك خالص التحية والاشواق لرؤيتك والسؤال عن صحتك الغالية متمنيا من العلي القدير ان يكتب لك الشفاء القريب لقد تأثرت كثيرا عندما علمت بمرضك من احد الاقرب وحزنت على ما اصابك من الام ومتاعب بسبب المرض المفاجأ فلا تيأس من رحمة الله فان رحمته واسعة وجميع الاهل والاصدقاء يدعون لك بالشفاء العاجل صديق الغالي سوف احضر لزيارتك قريبا لكي اطمئن عليك وعلى صحتك الغالية وجميع الاهل والاصدقاء يسألون عنك باستمرار ويستفسرون عن احوالك الصحية بصفة دائمة وسوف يقومون بزيارتك قريبا وذلك عندما يسمح لك الاطباء بالزيارة صديق الحبيب في نهاية رسالتي أقدم هذه الكلمات مع خالصي الحب والتقدير والمحبة وتحياتي لك وللأسرة الكريمة ودعواتي لك بالصحة والعافية ويحفظك الله من كل شر وأسمع عنك قريبا إن شاء الله كل الخير مع تمانياتي لك بالشفاء العجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركته وإلى اللقاء في القريب العجل إن شاء الله صديقك 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 نعم اشتركوا في القناة